قد تعتقد أن تويتر طريقة سطحية وسخيفة للتواصل لكن ذلك غير صحيح عندما تستخدمه مراهقة للتحدث إلى والدها الذي فقد علامة الطائرة الماليزية اسمها المستعار جورجيس وهي ابنة رئيس المضيفين أندرو ناري بدأت تبث ما في قلبها منذ اليوم الأول قائلة عبر تغريداتها كل ما أريده هو والدي لا شيء سوى ذلك أريد عودة والدي مضيفة رمزا باكيا للتغريدة في اليوم الثاني بدأت تخاطبه مباشرة والدي أنت على الأخبار والصحف عد إلى المنزل بسرعة لتقرأها ألا تشعر بالحماس؟ تغريداتها لقد دعما كبيرا ومع اليوم السادس لم تتخيل أنه سيكون بين حطام الطائرة حيث قالت لا بد أن أبي مشغول بتقديم الطعام والشراب لركاب وفي يوم الأحد كانت المراهقة تتابع فريقهما المفضل قائلة أبي ليفربول متقدم في المباراة عد إلى المنزل لتشاهد المباراة لم تتخلف يوما عن مشاهدتها هذه هي المرة الأولى النادي رد عليها مغردا لقد لامس هذا قلوبنا اسم غورجس الحقيقي هو مايرا وبقيت متفائلة حيث كتبت على لافتة صلوا لأجل الطائرة الماليزية لكن في اليوم الثامن عشر غردت قائلة لا أعلم ماذا أقول أو بما أفكر أشعر في الضياع والفراغ ورد عليها نادي ليفربول مجددا تغريدات مايرا مشابهة لآخر اتصال للطائرة الماليزية إذ كتبت الثلاثاء لا زلت آمل بحدوث معجزة لكن ليلة سعيدة يا أبي الأمر لغزم بالنسبة للعالم أما لميرا فإن والدها ليس موجودا للرد على تغريداتها تنمو CNN نيو يورك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر